اهلا اهلا. ايه المفاجهة الحلوة دي? الفنان الجميل احمد شكل اهلا وسهلا بيك في اليوم السابع. اهلا بيك بقدم نوري المهانسين كلها. اطلالة اللي انت عملها دي اطلالة جميلة جدا. يعني انا شايفك اه ركب حاجة يعني شفتهاش كتير في مصر يعني انا مش عارف اسمه واسمه ايه بقى? هو كوادرو ايطالي بس حل عملي جدا جدا في الزحمة. وغير كده كمان حتى وانت بتنزل بالليل تتماشى بيت حس ان هو مهما تكون انت متوتر ومتفكر وكده لو انزلت مشيت دي شوية في الهوا تحس ان انت فصلت خالص ورجعت البيت كده مروأ جدا. انت عندك هوايات تانية بقى غير الموتسيكولات والحاجات دي. الموتسيكولات طبعا دي حاجة لذيذة جدا لان هي اه فعلا بتحسسك بالحرية بيديك احساس ان انت اه خارج الصندوق يعني ممكن مسلا الناس لو راح مشوار هياخد منها الساعة انت ماشي يمين الطريق لابش لكوزة محدد شايفك وماشي سرعة تخلص المشوار كله في عشرة خمساشر دقيقة. فهو حل حلوة جدا واوروبا بقى بصت لها الناس كلها معظمها بتركب الموتسيكول وبتسيب العربيات خلاص. طيب اه يعني فيه هوايات تانية بقى. الرياضة بقى الرياضة طبعا دي اجمل حاجة مش بس الفنان يعني الاي بني ادم عايز يحافظ على شكله عايز ياخد باله. اه ان اه يعني مهما يكبر يفضل تشكله اه صغير. الرياضة طبعا حاجة عبقرية انا بحب جدا جدا رياضات كتير. يعني مثلا اه الغاطس مثلا البحر عندنا في مصر عبقاري عندنا البحر الاحمر بحر. ديك في الغاطس كمان? بحب جدا. يعني سواء بالاة او الله الموتسيكول بيمشي. شفته بقى وانا بكلمه هو بيسمع ايه ده? ايه اللقطة دي بقى? حلوة الحركة دي. اه. اه يعني الغاطس كمان وهوات ايه تانية للغاطس. اه بحب اه المراكب الشرعية. اه بحب كتير اه فكرة ان الواحد اه البحر عموما يعني كل رياضات البحرية بتبقى جميلة جدا. جميل ان كل مساعدة. يعني في حاجات كتير. ايه تانية احا كنت? ترامبولين انت زي جيمناستيكس كده. ايه ايه ايه. بتحافز على رشاقطة وتحاول انت تنزل الدهون دايما انت اخب بالك ملوازن. دي احاجات مهمة جدا. شفتلك فيديو انت بتعمل اه يعني يعني بتلف كده. انا حاجة غريبة. بتقول جمباز طريبا يقول لك الكلام ده. احاوز اقولك الفيديو ده ده مخفيف جدا. اه انا كان نفسي قوي قوي انه ارجع لعب ترامبولين وبقى لي كتير سنين طويلة ما لعبتش فحد اقترح عليها قال لي لازم تخش في الصالة بتاعت الترامبولين اللي فيها الترامبولين الكبير. دي طبعا بتاع التمارين ولاد السوارين. اه فجزبت كسبة سريعة كده صغران انا بعمل اعلان. واتمرن وعايز ارجع افتكر المخضوع. فلاقيت الكابات المرحبين جدا وحبين الفكرة. لدرجة قبيل ما يهمكش بقى اعلان مش اعلان انت دي جاءت اتمرن معنا. فهم متخيين ان انا حنط بس كده يعني وحطلع وانزل. فبسوا لاقوا شقلبات. اه اه اصاربت جدا. وشغل اه اولمبياد. اه. فتخضوا جدا. اقول لي يا ما شاء الله يعني انت ازاي محافظ لسا عالبالانس ده يعني حاجة جريدة. خلع الرجم ان انت بقى لك فترة. سنين. بس عارف كل ما الواحد بيلعب رياضة وكل ما الواحد بيبع عنده الفيزيكال فتنس. اه وفي حاجات ما تنسهاش بقى. يعني في كده رياضات ما تنسهاش. منها الجيمناستيكس طبعا. لا احنا عايزين نتكلم بقى شوية عمال فنية. اه. نقط شوية بقى نتكلم مع بعض. يلا بينا. يلا بينا بقى بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. الفنان احمد شاكر اهلا وسهلا بك في اليوم السابع. منورني بجد انتو يعني فوق راسي وانا سعيد جدا بوجودكم معي النهاردة. صيف زواج. بعد الاطلالة الجميلة اللي كنا موجودين دلوقتي وانت سايق المتسكل الجميل ده. اه. يعني حسيت انك انت في موايب تانية كتير لسه ما عرفناش عنها حاجة. تكلمنا بقى عن الموايب التانية. يعني زي ما قلت لك كده بحب بحب رياضة. رياضة شيء مهم جدا في حياة الفنان وحياة البنيادة معموما. اه. كل انواع رياضة خصوصا كمان البحر. البحر ده حاجة من من اجمل حاجات لخلقها ربنا ومصر عندنا بحرين في منتهى الجمال وعندنا نيل كمان. فاي رياضة بحرية غير ان هي رياضة بقى كمان لأ بتدي كده للانسان نوع كبير جدا من رواق ومن التواز ومن استقرار وتعلموا الصبر. اه. مهما يكون هموم الحياة والانشغال والمسئوليات. بتنسى كل الكلام ده خالص. فانا حريص جدا عمارسة رياضة. وتحديدا بقى كمان رياضات البحرية دي بتبقى اجمل الحاجة. زي ايه بقى? يعني الغطس مسلا الغطس ده عندنا جنة تحت تحت المية في شرم الشيخ وفي راس محمد في الغردقة. اه بتنزل تحس فعلا قدية ربنا ابدع في خلق وعمل حاجات جميلة واختص مصر بهذا الجمال فحاجة جميلة جدا. اه كمان رياضة الكراتيه كنت زمان بلعب كراتيه وكت تعلمت او تعلمت الحركات اللي فيها اوكروباط عشان كنا متفرج زمان على الافلام بقى بتاعت ايه? بروسلي وجاكي شان فكنا متخيئين احنا قدر نعمل الكلام ده معينه وكان كله معظمة ركاج. فمزاجنا ما بين حركات الجنباز اللي احنا بنشوفها ما بين الكراتيه وكنا بقى ايه يعني جيل متحمس جدا لهذا الموضوع. اه فمسكت معي بقى الحكاة دي لحد الوقت بقيت حريس قوي على مارسة الرياضة دي. اه كمان بحب جدا جدا ركوب الخيل طبعا. يمكن اذكر عملت مسلسل الطارق في في سوريا وكنت بركة بخيل فبتنفع الحاجات دي قوي قوي ممثل خصوصا اللي بيعمل ادوار التاريخية بيعمل حاجات. اهدام الادوات? اهدام مهمة اهدام مهمة جدا ما يفعش ممثل ما يبقاش عنده سكيلز او ادوات خصوصا كمان لهو حابب انه يعمل اه مساحة عريضة من الادوار ومنها كمان الادوار التاريخية اللي الناس بتنجذب جدا لها في كل العصور. اه الادوار التاريخية بتحتاج اه الاختر ايه بقى? ادوار التاريخية طبعا لغة عربية. اه بتحتاج اه اليق بدنية بتحتاج اه المان بقى بالتاريخ وبالتفاصيل بتاعت اه حياة الناس الزماني يعني اي وقت جواحد بيعمل دور عنه لازم بيقرأ عنه كويس جدا. كنت اه شفتلك صورة وانت راكب خيل. مصبوط. الخيل تعلمت الخيل فين? الخيل اولا ربنا سبحانه وتعالى وقال لك معقود الرسول الحسام بيقول لك معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة. ما كفاءة انه مخلوق اه الخير مربوط بيه اصلا. سواء اه بتركب خيل سواء بتقعد مع الخيل بتفرج على الخيل. اه كأن جميل جدا وفيه حاجة كده مسحة ربحانية وفيه ارتباط جميل بينه وبين البني ادم. اه فانا تعلمت طبعا الاول زي كل الناس في الهرم اه والاستبلاط بتاعت زمان اللي كانت معمولة كنا نطلع طول اليوم وساعد كنا نتكب بالليل. ويها موقع اعنا بقى وامنا وبتاعت علمنا يعني ايه بالبهدلة في السحرة. بعد كده بقى لما بقى فيه طبعا اه فرصة ان الواحد كنت بعمل المسلسل الطارق وكان يهمني قوي انه نركب بشكل احترافي. اه في دور يعني اه اه ملك البربر اللي هو كان خصم طارق ابن زياد كان ممدوح عبدالعليم ورحمة الله عليه هو اللي بيعمل طبعا اه مسلسل الطارق في دور طارق ابن زياد. فالدور بتاعي بقى كان لازم يجيد الخيل فما كانش ينفع الركوب العادي اللي احنا تعلمناه. فروحت نادي الفروسية وخدت كورسات والحمد لله النتيجة الحمد لله بانت عشاش بشكل الحمد لله ايجابي. طيب لو عايز الفترة اللي جاية تعمل حاجة دور تاريخي اه شايف من وجهة نظرك ان هو لسه محدش تترق من المقطة دي ايه ممكن دي? الادوار التاريخي دي ممتعة جدا ويمكن انا كان لها شرف ان انا كرمت اه من خلال الشركة المتحدة وده شرف كبير جدا لأي فنان باعتباري اه احد رموز ادوار السيرة الزاتية او اه يعني حد من اكتر الناس اللي عملوا ادوار سيرة زاتية وده تاريخنا ادوار السيرة زاتية بتتكلم دايما عن شيء واقعي عن شخصية حقيقية وغالي من الشخصات دي ما بيكون قدوة وقدوة ايجابية اه فانا ما اعتبرها يعني من اصعب الوان فن التمثيل اه وكنت سعيد بها جدا والحمد لله المشوار بتاعي فيه مثلا اه الخدي وعباس حلمي في مسلسل قاسم امين وجدي هيكل في موكلسوم ملك البربر في مسلسل الطارق اه قصة حياة العالم مصطفى مشرفة قدمته في مسلسل كان بطولتي مع الاستاذة الكبيرة انا عم محمد علي المخرجة العظيمة واستعرضنا حياة عالم من اعلام مصر اه العلمية زي الكاتب الكبير زي العالم الكبير الدكتور مصطفى مشرفة وكان تأليف محمد السيد عيد وشاركين مجموعة رائعة من الممثلين وكان لها شرف اه اني كرمت بعد ادائي هذا الدور من العالم الكبير الدكتور احمد زويل فكانت فرحتي كبيرة جدا انه احنا للمفروض نكرم الحاصل على جايزة نوبل فايزة بالحاصل على جايزة نوبل يبقى سعيد ومسلسل العلم وممثل زي عمل شخصية عن عالم كبير بخدر الدكتور مصطفى مشرفة فكت سعيد جدا من مشواري في سيرة ذاتية والحقيقة يعني التقطت اه الشركة المتحدة اه هذا المشوار وكان لها التكريم مع الاستاذ الكبيرة عن عم محمد علي المؤلف محمد السيد عيد في ضمن مشروع توسيق الزاكرة البصرية والتاريخية للمصريين من خلال استعراض تاريخنا فكان حاجة جميلة جدا ان انا بديت الادوار دي في سنه صغير وعملت الحمد لله مشوار يعني لا يعني لا بقسة بيه وبيجي التكريم طبعا يعني اه على صدر الفنان دي حاجة مهمة جدا وعايز اقول بقى كمان احنا لازال عندنا كتير يمكن ابتديت الادوار دي في سنه زاير بقى دلوقتي الواحد بقى في قمة نجه وقمة تقلقه متعطش بجد الاداء الادوار التاريخية وعندنا بقى يعني زخم رهيب من الناس العظيمة في تاريخنا سواء المحاربين سواء الفاتحين سواء آآ رواد التنوير سواء الناس اللي اللي نقلت الدين وسطيته جماله للعالم كله سواء امت الصوفية وهو الصوفية شيء آآ وملمح مهم جدا في تاريخنا آآ الاسلامي وروح الدين فعلا موجودة في هذا المنهج الجميل فالحقيقة يعني في آآ يعني قطاع كبير جدا من الناس نقدر احنا نتكلم عنه وفي تاريخنا القريب يعني في عندنا آآ زي ما احمد زكي رحمة الله عليه عمل آآ عبد الناصر والسادات وكان يحلم بالثلاثية بانه يعمل دور رئيس مبارك انا برضه صبح لما يازل الموضوع ان يجي وقت نقدر نتكلم آآ ونستفيد من تاريخنا ونتعلم منه ونذكر الاخطاء ونذكر الايجابيات لان كل عصر له سلبياته له ايجابياته وده جزء من تاريخ الشرق الاوسط على مدار تلاتين سنة ماننا نتطع لها فرصة تقديم هذه الشخصية آآ لان احنا بنتعلم كتير جدا بالتاريخ والمصريين بيعشقوا تدوين التاريخ يمكن من ايام الفرعان فسعيد جدا بالخط بتاع دراما الصيرة الزاتية مع ان بحب كل الالوان بحب بعمل الكوميدي بحب بعمل الرومانسي بحب بعمل الاكشن والواحد بيحاول على قد ما يقدر نوايا زل محتفظ باللاقة البدنية وانما بتبقى دراما الصيرة الزاتية دي حاجة من حاجات اللي هي بتبقى خالدة في تاريخ اي ممثل. طبعا يعني انا شفت آآ ادوار كتير قوي بس الدور اللي نفت في الفترة الاخيرة سلسل اختيار ان واحد برقية ده بيعمل دور خاين الله يخليه طبعا دور بقى. الممثل لازم لازم يتوحد مع الدور اللي هو بيعمله حتى لو بيعمل دور خاين لو بيعمل دور مجرم بيعمل دور متطرف لازم يتوحد دائما مع الدور اللي هو بيقاديه آآ لانه آآ لازم يحقق المصداقية ده الف به مهنة الممثل. فالدور ده الحقيقة كان علامة فريقة لانه جي بعد ادوار كتير جدا كنت بيعمل فيها شخصية ايجابية آآ قدوة قيمة فنية قيمة موسيقية زي فريد لاطرش في اسمهان آآ الخديو عباس حلمي الملك آآ مسلسل طبعا علي مصطفى مشرفة بقدم شخصية عالم. انما جاه مفجأة ان الناس تشوف احمد شاكر في لون ما كانتش تتخيل انها تشوفه فيه وجان بيتطلب قدرات كبير جدا كبيرة جدا في التمثيل والتلون والقدرة على الاغناع فانا الحقيقة خدت الشخصية دي تحدي لانه كان يهمني قوي ان موضوع الخيانة ما يعديش بشكل عادي مع الشعب المصري لان خيانة مش في جناتنا احنا شعب يقدر جدا للوفاء يقدر جدا للعيش والملح يقدر جدا آآ ان حد آآ عاصرته وزميلك وحبيبك وصاحبك مفعش انك تخونه ولذلك كان هذا الصدل كبير جدا للدور دور محمد عويس في الاختيار وقرمت الحقيقة عنه آآ وكان لها شرف تكريم من الامن الوطني المصري وشهد التقدير لان فعلا بينا التحديات الكبيرة اللي كانت بتواجه رجال الظل او الابطال اللي كانوا آآ في قطعات مختلفة سواء في الداخلية او في الامن الوطنية او في المخابرات العامة او المخابرات العسكرية الحقيقة المسلسل اللي اختار ده شرف لاي فنان يشارك فيه هو ان احنا نكون آآ قربنا الصورة للشعب المصري وخصوصا الشباب اللي كان غايب عنهم حقائق كتير جدا وبعد ما شوفوا المسلسل وتأثروا بيه تفكيروا مختلف مية وتمين درجة فأنا سعيد جدا بهذا الدور وبعتبره فعلا من احد اهم المحطات الجميلة اللي الواحد ساعد بيها وقدمها اه طبعا كان فيه ادور كتير او برضو حقاك تنتميز فيها زي دور الفنان فريد لطرش كلمنا عن الكواليس اللي على الرغم ان فيه فرقات واضحة في الطول مثلا انت طويل والفنان فريد لطرش اه طبعا كان قصير شوية قصير القانو صحيح اه انت تغلبت على حاجات دي ازاي اه طبعا لسه بنقول ان الدراما السيرها ذاتية صعبة جدا فما بالك بشخصية زي فريد لطرش كل الناس حافظها وعارفة طريقة كلامه وعارفة شكله وعارفة لبسه وعارفة دحكته وعارفة مشيته عارفة طوله طب انا اعمل ايه يعني لقيته انه امتحان وترمى كده في حجر الواحد عليه انه هو يعني يعمل فريد لطرش اللي احنا كلنا حافظينه كنا كبيرنا على افلام والابيض والسدو اللي كنا منشوفه على طول في التليفزيون فكان تحدي كبير جدا ساعدني قوي قوي لحقيقة ان احنا ابتدنا تصوير في سوريا فخدت كده الطعم الشامي او الروح الشامية ومزجتها باللي احنا نعرفه عن فريد ولكن مش اللي احنا شفناه في التليفزيون ان فريد اللي في التليفزيون هو اللي بيمثل فتخيلت بقى فريد في حقيقته بيبقى عامل ازاي طريقة اقرقته بتير جدا عنه اتفرجت على كل افلامه عشان اقدم الشخصية الانسانية اللي وراء هذه الافلام فلقيته شخص كريم جدا شخص صادق لدرجة انه يعني في براءة اطفال شخص محب لمصر حب جديد جدا شخص بيعشق الفن وحالم لدرجة ان عشقه للفن خلاه ينسى كل حاجة في حياته بما فيها حتى نسي الجوز نسي اخته لحد ما راحت منه حد يعني كده عايز اقول ايه عنده عاطفة جارفة تجاه الفن وتجاه الحياة ورغم انه هو انسان كان يعتبر وحيد ويعتبر انه انسان عنده وحزان الا كان ان موسيقا فعلا بتعبر عن التفاقل ياك في انك تبقى قاعد بتدايك كده وتشغل اغني الفريد انت وتروح في حتة تانية فكان يهمني اول ان الناس يعني لما تتفرج على المسلسل وتشوف لي بعدي هذه الشخصية ان انا اكون ضفط له شيء او فهمت الناس حاجة عنه او انصفته حاجات كتير كانت غايب عن الجمهور والحمد لله الصدق كان جميل وكان لها شرف الحصول على جائزة افضل ممثل في السنة دي في مهرجان الاعلام العربي كان المحكمين من كل الدول العربية وكنت بتنافس مع اسد زيتي الكبار يعني لما يبقى الاستاذ موري الشريف والاستاذ محمود عبدالعزيز والاستاذ عاد الامام ها دي يعني يعني القمات العظيمة دي عامنا مسلسلات في نفس السنة واخد انا جايزة احسا ممثل والمفاجأة بقى يعني وده جمال هزا جبيل وجمال يعني بجد هؤلاء النجوم الكبار اللي عندهم ثقة عظيمة في فنهم تلاقي الفنان موري الشريف يطلع في التلفزيون في في برنامج في خناة النيل الدراما ويتكلم يقول انا قبل ما اتكلم عن مسلسلين عايز اتكلم عن ممثل عمل شيء رائع في فن التمثيل احمد شاكف شخصية في ايضات راش في رمضان فانا كنت يميحة تنايم كده لقيت الساذ الكبير عصام بصيلة الصحفي بيكلمني قال انت بتعمل ايه بتقول انا نايم بعد الفطار بقى رايح شوية كده قالي لا افتح كده تجي نور تفرج ده نور الشيب بتكلم عنك اه كذلك استاذ محمود عبدالعزيز فرحته كبيرة جدا جدا بهذا الدور واتكلمني على الهوى على استاذ وسامة نور وكاشا اه فرحت الفنان الكبير استاذ عادل امام بنشوف كده جيل بعد منه بيعرف يعمل ادوار الصعبة دي قابلني مرة فبيقول لي انت عملت الدور ده ازاي ده دور صعب قوي ده انا فريد ده صعب قوي بطريقته طبعا فحسيت ان احنا يعني اللي بنعمله ده بيقدر ومجوم كبار جدا فالحقيقة الدور ده انا شايفه يعني حطني في اه يعني في مرحلة كده بعد بعد ادائي لهذه الشخصية الحقيقة اه انا احساسي بالمشوار بتاعي يعني اختلف وخلاني اداء اكتر بعدها في انه واحد يختار الحاجات على نفس المنوال. انت اساسا خارج ايه بقى? الاول انا خارج المدرسة الالمانية اه ومعادي بلومة في اللغة الالمانية بعد كده دخلت معادي السينما قسم الاخراج في اجادمة الفنون ودفعتي كان فيها المخرجة الرائعة صندر نشأة والمخرجة الجميلة هالة خليل الحقيقة هما الاتنين دي هم لغة عظيمة جدا على مستوى الحكي السينمائي اه عايز اقول رغم ان انا مسلت بس انا درست الاخراج عشان افهم كل حاجة عن هذا العالم ويمكن ممثلين قليلين اللي عملوا كده المشوار ده ان يخشوا معادي السينما قسم الاخراج وبعد كده يشتغل ممثلين الناس كثير ما تعرفش نما الفنان الكبير احمد مكي الفنان الكبير كريم عبدالعزيز الفنان مرنة وليد اه كلنا خلنا هذا الاتجاه وطبعا الرائع حسين فاهمي اه ربنا يديله الصحة كان برضو قسم اخراج وده لس الاخراج في امريكا وده اللي انا عملته برضو ان انا بعد ما خلصت معادي سينما قسم الاخراج في مصر سافرت اه لوس انجلوس ودرست في هوليوود فيلم انستيوت اخراج وتمثيل وسكريبت رايتين كمان اللغات انا شايف اه انت بتويت عيدة لغات وهل اللغات دي اه اللي انت تتكلمنا عنها بتفيد في الشغل فعلا وعملت بيها؟ هي اللغات الماني انجليزي فرنساوي اه بيفيه واللغة العربية طبعا الجميلة اللي هي تعتبر من ارقى اللغات في العالم واثرى اللغات في العالم بتفيد اه الممثل لو بيعمل دور هيتكلم فيه بلغة من اللغات دي انما لو مش هيعمل دور هيتكلم فيه بلغة من اللغات دي يكفي ان هو يبقى بيقرأ باللغات دي فيقدر يعرف ثقافات وافكار وافاق ما هيش متاحة لكل الحاجات اللي اترجمت اللغة العربية فيه حاجات ما اترجمتش فالممثل عشان ده حد الناس يعني اخترته كده من غير انتخابات انه يعبر عنها ويتكلم عنها ويعيش لها يعني احسسها وهمومها وافرحها واملها فلازم ان هو يبقى شخصية منفتح على العالم ما ينفعش بقى بيمثل نفسه بس ما ينفعش بقى بيمثل طبقته فقط ما ينفعش بقى بيمثل شريحته او الناس اللي عيشها في المستوى الاجتماعي ده بانمط الحياة لا لازم يبقى منفتح على كل الثقافات تحت وفوق يعني وإلا هيقنع ازاي الجمهور العريض اللي من كل الطبقات بالشخصية اللي هو بيعملها فاللغات مهمة جدا قراءة مهمة جدا مرأبة الناس عموما حتى في الحياة يعني عادة الناس بتبقى فاكرة ان هي بتفرج على الممثل بس حقيقة الامر الممثل هو اللي بيتفرج على الناس عشان يطلع منها موضوعاته انا شفت الحكاية دي من فنان محمود عبدالعزيز رحمة الله عليه كنا عايشين في نفس البيت 25 سنة ولا مننزل نصلي الجمعة وبالليه مننزل يتناشى كده في مدان لبنان قبل المحور والزحمة كان كله بقى مناطق خضرة وفلات وكان يكلمني كتير جدا وكتشوف يتعامل ازاي مع الناس فكت لقيه ممكن هو ماشي كده رح واقف فجأة يقعد يبص على راجل بسيط جدا ماشي شيل حد ركب عربية كره يوقف يتكلم معاه ممكن بالساعات ويسيب حد يعني من علية القو عشان التاني هو شافه انه قلبه قطيبه اجمل ويتعلم منه حاجة فالحقيقة اكتشفت ان ممثل ده رحلة استعاب وفهم ومرقبل كل ما هو حواليه من الشخصيات اللي في الحياة وإلا ما يجي يقدي هيجيب منه من هذا المخزون ثم بعد كده بقى يجي في الآخر المنتج اللي عامله الممثل ده في الآخر الجمهر هو اللي يقيمه فهو هيرجع للناس برضو فهي دايرة ولذلك انا باستقرب جدا بلاقي ممثل يعني ده تعالى او يبعد عن الناس او يعيش في مكان عاجي او ما يقفش يتكلم مع الناس في الشارع او لحد عايز يصور ما يقول له لأ طبعا من الحاجات دي يعني ما تفدش الممثل بالعكس الممثل جماله قربه من الناس حتى لو كانت ملامحه ما هي الشبه الناس يعني انا مثلا ملامحي اول ما ابتديت كان عندي مشكلة عين خضراء وابيضاني وفابتديت اشتغل على نفسي ان ازاي الناس تصدق ان ده ابن بلدنا يعني ركزت ان اعمل شخصيات زي الصول شرابي ابن الصول شرابي الزابط محمود في المال والبنون اللي ابو بيحلم مقبول بسيط الصول اللي بيحلم نخليه دخل قولة الشرطة وان الولد يطلع زابط وان يحقق اللي ابو معرفش يحققه عملت ترويد الشرسة شخصية الدكتور عزيز دكتور خريق طب وفي نفس الوقت معهش فلوس يتجوز فاشتغل اشترم كروباس واشتغل عليه وتجوز البنت المريضة القريبة منه حقيقي الادوار دي يعني عملت ليه جماهيرية ومحبة في قلوب الناس في وقت مبكر جدا جدا وكتشفت فعلا الواحد لما يلعب على البساطة ويلعب على المشاعر الحقيقية اللي عند الناس العفوية البسيطة ده بيكسبه جماهيرية كبيرة ان شعبنا شعب طيب وقلبه طيب حتى اللي ربنا بيديله بما معرفه كتير عمره ما بينسى بداياته ينسى اصله ينسى تاريخه فده مفتاح مهم جدا كل اما الواحد كان قريب من ناس وقريب كمان من قناعتهم قريب من معتقداتهم ما يصدم هومش بحاجة غريبة ما يطلعش اسوأ ما فيهم يعني انا ضد ان الفن يعرج الشخصية المصرية والعربية والاسلامية ليه ما نقدمش احلام عندنا ليه ما نطلعش الحاجة الحلوة اللي فينا ونبين شخصية مصرية شخصية رائدة طب ليه احنا ما نشتغلش على هذا الكلام ليه بنطلع الوحش اللي فينا نقول الاصل ده الواقع ما احنا اخترنا شريحة من الواقع سلبية وهذه الشريحة احنا بنتدعي ان هي الواقع كله لحد ما بقت الواقع كله فحين ان لا احنا نطلع الايجابيات لان الفن زي ما بيخلق عدوى سلبية بيخلق برضو عدوى ايجابية ويخلي الناس تحب البلد دي وتحب شعبها وتحب تستثمر وتحب تيجي تعمل سياحة في مصر فاعتقد ان ده ده لازم يلتفت ليه الفترة اللي جاية لان احنا محتاجين نتكلم عن وقعنا احلى بكتير من كده لان هو فعلا واقع حلو وفيه ايجابيات كتير جدا المسرح القومي تجربتك مع المسرح القومي ايه التجربة الحقيقة مع المسرح القومي انا فخور بها جدا وحاسس ان الواحد قدر يقدم لهذا الصرح هذا المكان اه جزء يعني بسيط من الفضل الكبير للمسرح القومي على كل فنانين مصر المكان ده من اهم الاماكن في وزارة الثقافة مكان عمره اه كبير جدا معمول من سنة 1920 اه كان النواية اللي قام عليها فن السينما كان فن التمثيل في مصر من خلال المسرح القومي جاهز فاول من هذا الاختراع الجديد اللي اسمه السينما دخل مصر من اكتر من مئة سنة كان الممثلين والكوادات اللي فنية كلها جاهزة وبالتالي السينما نجحت في مصر نجاح كبير عشان كان في حاجة اسمها المسرح في مصر فانا كان لها شرف ان انا نعود على كرسي قاعد عليه العظماء زي استاذ محمود ياسين استاذ كرام مطاوع استاذ ساميح ايوب وطبعا الشاعر بقى خلال جبران والعظماء القافلة الطويلة من الناس اللي مسكت المصرح القومي والحمد الله في وقت قليل جدا قدرنا نستعيد لفتة كامل العدد قدمت مسرحيتين منهم كان ديد لفولتير بتناول عصري ومصرحيت يعيش اهل بلدي ودعيت سفراء في الدول مهمة جدا زي المملكة العربية السعودية الشقيقة وسفير فرنسا وسفيرة النرويج وكل الحقيقة المهتمين بالمصرحة من الاسدزة الكبار يعني حتى على مجال الوزراء ومجال رجال الدولة كمان رجل الشارع العادي اللي لقى في المصرح القومي متنفس ولقى في المصرح القومي وجبة فنية قيمة بسعر تذكرة رمزي يقدر يخش ويسعد في هذا المكان فالحي انا فخور بمشوري جدا وبحطه كده وسام على سيدة انا كنت احد فرسان المصرح القومي وسبته برضه بنفس الروح نتيجة قناعاتي بفروسية مدير المصرح القومي ان هو لازم يختار مصرحيات ولازم يختار مصرحيات تضيف ما تقللش تطلع مصر في احسن شكل تحافظ على علاقتنا بكل اشقاءنا فكان الحقيقة وجهة نظري الحمد لله سبت صحتها وسبت هذا المكان وانا فخور بالمشوار اللي مشيته ومتمنه وحاسس الحمد لله ان الواحد ساب كمان اثر طيب وساب صيرة حلوة وحقيقة كل زميلي واخواتي الكبار والصوارين في هذا المكان الحمد لله رب العالمين لما بتيجي سيرتي يعني بيتكلم عن هذه الفترة بشكل ايجابي وده يكفيني شرف يعني وفي النهاية طبعا لا يا سانا اننا نشكرك عن حوار الرائع ده الفنان الجميل الابدع في شخصيات مختلفة وطبعا كل المشاهدين استمتعوا من فنان احمد شاكر انا اللي بشكركم الحقيقة وقطوة عزيزة زي ما بيقولوا نورتوني وبسعد جدا جدا ان اليوم السابع هذا الموقع الرائع الوطني المحترم اللي بيقدر الفن المصري ان احنا نكون احد ضيوفه واتمنى انه يبقى يعني النافذة دايما يطل عليها يطل منها على الجمهور العزيز في المنطقة العربية كلها واشكركم حقيقة مستمتعت جدا باللقاء